بسم الله الرحمن الرحيم يا اهلا وسهلا اهلا بكم فيديو جديد هنتكلم فيه عن ايه هو اكتر برنامج باستخدمه في الستاتيستيكس ناس كتير سألتني ايه هي البرامج اللي انت بتستخدمها علشان تعمل المشاريع الاحصائية اللي انت بتشتغل عليها فكرت في اجابة السؤال ده واكتشفت ان هو مفيش برنامج واحد باعتمد عليه بشكل اساسي ولكن الموضوع بيختلف من بروجيكت لبروجيكت فخلينا اقول لكم كده ايه هي اشهر الحاجات وازاي تستخدمهم بشكل عام او ايه هي استخدماتهم العامة من وجهة نظري وهو اكتر برنامج بنصحه بي وبرشحه وهنوريكم ازاي نستخدم برنامج ده بشكل عملي ووريكم الفيتشيرز بتاعة البرنامج وقوة البرنامج ده برنامج جميل جدا محدش سمع عنه قبل كده فتابعوا معنا لغاية اخر الفيديو ولو عجبكم الفيديو ده ما تنسوش تشتركه في القناة وتعملوا لايك ويلا بينا اول حاجة ايه هي البرامج المشهورة في التعامل مع الستاتيستيكس كلغات برمجة في لغة الار وفي البيثون ودول هنتكلم عنهم كبرامج عندك فيه اس بي اس اس وفيه الساس وفيه الستاتا وفيه برامج كتير جدا وفيه برامج جديدة open source كده انا اتكلمت عنها في السلسلة بتاعة البيستاتيستيكس 101 زي برنامج جاموفي وبرنامج جديد كده ما اتكلمتش عنه اسمه برنامج جاسب هنتكلم عن البرامج دي كلها خلينا اقول اللي هو الموضوع بيعتمد على البروجيكت اللي انت هتشتغل عليه يعني سواء برنامج اس بي اس اس او برنامج جاموفي او جاسب او ساس او الحاجات دي كلها لما بتيجي تتعامل مع داتا كبيرة فما بتقدرش التعامل معها بشكل افكتف ما بتقدرش التعامل معها بشكل فعال يعني ايه داتا كبيرة يعني في بعض الاحيان ممكن تلاقي داتا مثلا فيها 400 الف بيشنت فالداتا اللي زي كده دي داتا كبيرة التعامل فيها بلغة البرمجة بيكون تعامل احسن بكتير جدا طيب انهي لغة برمجة افضل في التعامل في الحاجات دي بصراحة البيثون او الار الاثنين كويسين جدا ولكن الار اصلا هي لغة برمجة مبنية او معمولة علشان الستاتيستيكالاناليسيز وبالتالي الار احسن في الجزء بتاع الستاتيستيكالاناليسيز وهذا النفسي سؤال برضو انا الداتا اللي معايا دي انا محتاجها بس علشان اعمل بيها ايه فهي الداتا المعايا دي لو محتاجها ان انا اعملها ستاتيستيكس وان انا اعملها فيجواليزيزيشن ان انا اظهرها في شكل بلوتس وحاجات كويسة فهو الار طبعا افضل حاجة زي كده وقوي جدا في الموضوع ده فيه باكيج في الار اسمها جي جي بلوت تو بتعمل اشكال جمدة جدا هوريكم شوية اشكال حاليا لو انا هستخدم الداتا الكبيرة عندي دي علشان اعمل حاجة اسمها ماشين ليرنينج موديلز وموديلز في الماشين ليرنينج يعني اتنبأ بشغل بعد كده في المستقبل او حاجات ريليتد بي الماشين ليرنينج فالبيثون اسهل شوية في الموضوع ده وي مور افكتف في الماشين ليرنينج الاجوريثمز من الار والتفاصيل دي كلها فعلى حسب انت محتاج ايه بالنسبة للداتا الكبيرة تقدر انك تستخدم لغة البرمجة المحددة طيب بالنسبة لبرامج التانية المشهورة جدا زي الاس بي اس اس وزي الستاتا والساس والبرامج الكبيرة دي يعني هل انا بستخدم البرامج دي فالاجابة هي اه انا كنت عدت فترة كبيرة جدا استخدم الاس بي اس اس ولكن اكتشفت المصادر اللي هي او البرامج اللي هي الابن سورس زي جاموفي وزي جاسب البرامج دي اسهل بكتير جدا في التعامل وانا مصور الفيديو ده مخصوص علشان اوريكم برنامج جاسب خلينا نشوف البرنامج عبارة عن ايه يلا بينا طيب هتكتب على جوجل كلمة جاسب يعني تفاصيل كتير هو برنامج فري وفرندلي وفليكسبل هتعمله دولود وتفتحه هتلاقي الشكل اللي انت شايفه قدامك ده تبدأ انك تعمل نيو داتا من هنا لو انت حابه تحط مثلا هنا الاسماء هدي محمد ممكن تحط مثلا احمد وتحط مثلا عمر وبعد كده تحط الاجز مثلا 25 و30 مثلا 25 سنة فانت كده هدي عندك الداة اللي انت شايفها قدامك ايه تقدر انك كل بساطة خالص تعملهم انالسيس تدخل على وتختار مثلا الاريبل بتاعك اللي هو الكولوم بكل بساطة شديدة جدا هتقدر تشوف هنا ان هنا فيه فالد عدد الفالد كامل مين ستاندرد فيجن المينمم والماكسيمم طيب لو انت حابب تضيف اصلا statistics اكتر يعني مثلا انا حابب اضيف الكوارتايلز حابب اضيف الميديا حابب اضيف المود الحاجاتي تتعمل جاست وان كليك يعني هدي مثلا الاريونس بتاعتي الـ IQR بص طلع لي وكمان تقدر انك تدخل على البيزيك بلوتز تعمل بلوتز زي ما انت شايفين هنا بص كده distribution بلوت فده كده شكل distribution بلوت تقدر تعمل QQ بلوت مثلا فعمل لك الـ QQ بلوت تمام احنا هنشوف ده اكبر ممكن يبان فيها الحاجات دي بشكل احسن ولكن الميزة اللي خليتنا احب جاسب بشكل كبير انك اقدر ان انا ادخل على edit image يعني في برنامج جاموفي هو يقدر يعمل الحاجات دي برضو ولكن مفوش امكانية ان انا اعمل editing يعني مثلا انا عايز سمي ده column 34 بدل column 2 فمجرد ما اعمل كده هتلاقي غيرلي الـ column وبرضو انا مثلا انا من 20 ل 35 انا حاب ان هو يبدأ من 0 مش حاب ان هو يبدأ من 20 فبص هيبدأ من 0 لغاية 35 فده شكل الـ management او اللي انا اقدر اعمله في الموضوع فده مثلا من ضمن الحاجات البسيطة من ضمن الحاجات اللطيفة جدا انك اصلا تقدر تدوس هنا وتكتب الـ script بتاع الـ R بتاعك يعني هنا لو جينا بصينا IQR equal true median equal true دي كلها الكود بتاع الـ R ذات نفسه فهتقدر انك تحط اصلا كود الـ R بتاعك هنا بحيث انك لو عايز تعمل اي modification في الـ plots اللي موجود عندك مش بس كده تقدر تشوف هنا open وبعد كده هتلاقي هنا database يعني ممكن تفتح من database معين وممكن تشوف data library هتلاقي بص هتلاقي ان فيه libraries محطوطة لكل التس اللي انت ممكن تعمله فممكن تدخل على descriptives مثلا هتلاقي data ممكن تدخل مثلا على regression تلاقيه data بتاع regression زي ما انت شايف قدامك هنا ممكن تدخل على machine learning لو انت مثلا عايز تعمل machine learning هتلاقي مثلا iris flower اشهر data للمachine learning بص كده طيب فزي ما احنا شايفين اللي data فتحت قدامنا هنا بمجرد بس ما تشوف الـ analysis المعمولة يعني دي data معروفة جدا بص شاكل analysis حاجة لطيفة جدا وجميلة جدا يعني يعني الاشكال اللي احنا شايفينها قدامنا دي كان صعب الحصول عليها في برامج تانية نقدر ان احنا مثلا لو فتحنا اخترنا descriptives واخترنا اي مثلا حاجة من دول تمام وإحنا مثلا حابين احنا نعمل customizable plot وإحنا محتاجين ان احنا نشوف الـ data دي في الـ box plot بتاعها فتعمل لنا الـ box plot من ضمن الحاجات اللي مش موجودة في برنامج جاموفي هي انه قدر ان انا نغير اصلا الـ color بتاع على الـ palette ذات نفسها فلو اخترت الجي جي بلوتو بصوا كده الشكل اللي هيظهر لنا ده ده شكل الجي جي بلوتو والالوان بتاعتهم اللي احنا اخترنا هنا using the color palette فالشكل ده صعب اصلا انك تعمله في برنامج R بياخد وقت يعني بتستخدام لغة البرمجة R يعني بياخد وقتها لعشان تعمله باستخدام الجي جي بلوت فدي حاجة عظيمة جدا بصوا كده لو عملت الـ violent عملك الـ violent element للناس اللي بتحب تشوف الـ distribution مع الـ box plot لو انا كمان دست scatter plot فهيعمل scatter plot بص الـ scatter plot عايز كمان واحدة معاهم فلو دخلنا كده عملنا scatter plot بص بص الـ scatter plot بقى عامل ازاي حاجة يعني فخمة جدا ولو انت عايز تشوف هنا بدل الـ dense plot عايز تشوف الـ histogram بتغير كده وتشوف الـ histogram ده كده complex plot يا جماعة يعني ده كده الـ plot ده مش سهل جدا يتعمل يعني انت اصلا محتاج فترة عبال ما تفهمه والشارح بتاعه التفاصيل اللي احنا شايفينها هنا دي بصراحة حاجة عظيمة جدا ولطيفة جدا ولو جينا بصينا مثلا في المتا الـ analysis او المشين ليرنج موديلز في عقس ما كين ان فانت ممكن تفتح كين ان من هنا وتختار مثلا ده التارجت وده الفيتشرز بتاعتك يعمل لك كين ان بعشرة والـ weights بتاعتهم والـ training والـ validation يعني بصراحة حاجة سريعة جدا وعظيمة جدا فده كده بالنسبة لبرنامج جاسب جاموفي بيعمل نفس الحاجات دي ولكن مفهوش الـ visualization او الـ coloring او مفهوش امكانية ان انا اصلا اعمل editing للـ image بالشكل اللي احنا شايفينه قدامنا ده انا لو عايز مثلا احط title للصورة دي واكتب this is the new image مثلا فحطتلي title انا مقدرش اعمل حاجة زي كده في برنامج جاموفي تقدر تخلي الـ steps انا وتغيرها وتقدر تعمل اللي انت عايزه فده كده يعني برنامج جاسب تي تاست الانوفا الميكس موضل الريجريشن الفريكوانسي كلها الفاكتر وفي حاجات كتيرة جدا straightforward مفوش اي مشاكل واضح وصريح برنامج عظيم جدا فنعمل ركاب سريع لو انت بتتعامل مع data كبيرة بصراحة برنامج جاسب او جاموفي او الحاجات الصغيرة دي لما تحط عليهم data كبيرة البرنامج هيكون بطيئ جدا في التعامل ومش هتعرف تهندل الدنيا بشكل احسن وخصوصا ال data كبيرة دي تبقى محتاجة اصلا يتعمل لها cleaning ومحتاج تعمل لها تفاصيل كتير فده ما ينفع يتعامل معه البرامج العادية حتى ال SPSS برنامج مدفوع خلينا اقول تقريبا بيعمل نفس اللي بيعمل برنامج جاموفي وJASB بنفس السهولة دي وهو يعني برنامج مدفوع بيكون تقيل على الجهاز ويمكن تفاصيله كتيرة فلو انت تتعامل مع داتا كبيرة فالR وبايثون لغات البرمجة طبعا هي خصصة للتعامل مع داتا كبيرة لو انت تتعامل مع داتا صغيرة وده اغلب الناس اللي بيتم يعني اغلب الناس اللي بتتفرج على البيو ستاستيكس او المحتمل المتعلق بالميدكال ريسرش فبيكون وابدأ انك افهم الداتا اللي طلعت وازاي تقدر انك تعمل لها ده كده طبيق عملي ازاي تتعلم وتطبقها وتفهمها كمان بشكل احسن فيعني برنامج لطيف جدا ومجاني وصغير وان شاء الله يكون الفيديو بتاع النهاردة عجبكم ونشوفكم في فيديو تاني لو عندك اي اسئال اكتبها في ما تنساش بعد تشترك في القناة وتشارك الفيديو ده مع الناس علشان الناس اكتر تسمع عن البرنامج وتعرفوا ونشوفكم في فيديو تاني سلام وعلا